عملالكو شوية وصفات حلوة جداً لتفتيح الجسم والأماكن الحساسة والأبيتين والأماكن اللي هي بتبقى الفخات والضهر بقى وكل حتة في جسم كده هتفتح وتبقى فل شمعة منورة خصوصاً كمان إن مهتمية بالعرايس عشان خاطر العيد ودخلتنا على العيد بقى الأفراح والجواز بقى والدلع والكلام ده كله لازم لازم نهتم بجسمنا كويس أو خصوصاً كمان إن احنا لو مش متجوزين دخلين على الصيف والأطريبة بقى والحر وكل حاجات بصراحة صعبة في الصيف فلازم تهتم بجسم كويس أو دي بسوش تعملوا لايك واشتراكوا في القناة وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني أول بأول تعالوا نشوفوا الوصف الوصفة دي تحفة جداً يا بنات البكينج بودر أو خميرة الحلويات وزيت الزتون أقوى حاجتين فعلاً هيفوروا معاك الأماكن الحساسة وكمان هتسطح معاك وهتوحد لون البشرة أول حاجة هحتاج معايا كيس من البكينج بودر أو خميرة الحلويات تمام أنا خدت الكيس كله بمقدار معلقتين صغيرين أبصوا بكينج بودر بالإنجليزة عشان الناس طبعاً اللي بتتفرج عليها برا مصر وكمان أهو عشان يبقوا عارفين شكله تمام كده طبعاً حب الضعاف الكمية ما فيش أي مشكلة بتحط كسين والضعاف اللي بقيت للمواد اللي أنا هحطها أو المكونات التانية وهبدأ أضيف عليها معلقتين من التحين أو الدقيق الأبيض ماشي أدي كده معلقة وهضيف المعلقة التانية هي آخر معلقة في الكوباية معايا فأنا كده أضيفت معلقتين من التحين أو الدقيق الأبيض اللي بيهم كويس جداً لحد ما يبقوا شبه النشا أو الكلن فلاور اللي بيهم كويس بقى ملمسوا زي اللي هو النشا أو الكلن فلاور اللي بيه كويس كده كده إحنا حطينا معلقتين ومعلقتين زي ما احنا شايفين كده ده المقدار بتاعنا هبدأ كمان أضيف عليها معلقة من الخل التفاح خل التفاح وممكن تستبدليه بخل أبيض لو ما عنديكيش خل تفاح هياخد كده معلقة كبيرة من الخل التفاح وهبدأ إن أنا أقلبهم بصوا يا بنات لو أنتوا شايفين الفوران المكونات بتتفاعل لإن إحنا حطين البكينج بودر قلبي بقى كويس جداً لحدا ما تبقى معايا كده آآ زي الرمل أو حبوب اللي هي بتبقى الرمل الخشنة شوية كده بصوا أهي شايفين قلبي كويس أنا عايزة دخل الخل التفاح بقى جوة المكونات البودر دي كويس فلازم تقلب عشان يبقى كله كده شارب من بعضه خلاص كده تمام هبدأ بقى أضيف كمان عليها معلقة من زيت الزتون أهم حاجة بقى في زيت الزتون إنك تجيبيه زيت زتون يكون خام أصلي لأن زيت الزتون من الحاجات اللي بتبقى قوية جداً لترتيب وتنعيم الجسم وبتفضل الترتيب بتاعها حتى بعد ما بتغد الشوار جسمك بيبقى في لمعة وفي ترتيب الزت الزتون فكلما تجيبيه خام وأصلي أو مثلاً يكون مش عليه أي إضافات فده بيبقى حلو قوي إنه يفضل معيك ترتيبه لمدة طويلة عالجسم هنا حطيت معلقة وابتديت إن أنا أقلبه لازم أقلب بقى كويس هنا عشان الزيت والمكونات البودرة اللي إحنا حطينها بتشرب الزت بسرعة فهنا أنا عايزة إن أنا أقلب كله عشان ما يبقاش حتى فيها زيت زتون وحتى لأ قلبي كويس جداً دخلي كده كله في بعضه تمام خلاص كده وهبدأ كمان أضيف معي آآ معي زبادي أو الياغرد أخذي كده معلقة أو معلقتين أنا من النسبة لي أخذ معلقتين صغيرين الزبادي أو الياغرد يا بنات بيرطب جداً بينظف الجسم كمان لو جسمك حساس آآ بيهد الجسم جداً لو جسمك في حبوب أو من الحر مثلاً آآ في آآ احمرار والكلام ده كله ده بيهدي قلبي بقى كل المكونات دي لحد ما يبقى معاك شبه الكريمة أنا عايزة هوريك دلوقتي بعد ما نقلبها ونسيبها شوية تخمر أو تبقى المكونات تتفاعلت مع بعضها بجد تحفي يعني عايزة أقولك بجد فعالة مية في المية شوفي يعني بقولها لك مية في المية عن ثقة بجد فعالة حلوة جداً قلبي كويس أوي بصوا وصلت معايا إنها تبقى كريمة زي كريمة نعمة شايفين تمام حلوة قوي بصوا الكوام بتاعها تقيل وكوامه كده متماسك مع نفسه هنا سبتها دقيقة بصوا كده دقيقة بتادي تنفاش معايا زي والمكونات تتفاعل مع بعضها بصوا والبكينج بوضر يبتدى يشتغل خطيرة يا بنات زي ما بقولك تحفة جداً هنا بقى هركينها على جنب وهبدأ إن أنا أجيب معايا طبق تاني وهبدأ أحط فيها معلقتين من السكر السكر الأبيض بصوا السكر دا يا بنات مش المطحون لأ سكر أبيض حبيبات وكده واضحة بس اللي هو إيه أبيض خدت منه معلقتين صغيرين تمام وهبدأ أجيف كمان عليها معلقة من البكاربونات السجوم معلقة كده صغيرة من البكاربونات السجوم مع معلقة السكر وبدأ إن انت قلبيهم كويس قوي بصوا المكونات بتتفاعل للنحية التانية زي زي ما احنا شايفين شايفين كل دا يعني كل ما بتتفاعل معاك كده المكونات شغالة وهتعمل معاك نتيجة حلوة هبدأ بقى إن أنا أقلب السكر والبكاربونات السجوم وهبدأ بقى أجيب معايا هنا طماطماية الطماطم سحر للتفتيح الجسم وبيزيل البقع والتسبقات والكلف اللي بتبقى في الجسم حاول لما تجيز قطاع الطماطماية اقطعها كده من نص زي ما انت شايفة عشان البذور دي والفوائد بتاعة مية الطماطم تمام فده يعني حاول إن إنت لما تجيز قطاعها اقطعها بالنص زي ما انت شايفة كده هعمل إيه بقى هبدأ إن أنا أحط للوصفة بتاعتي على الأماكن اللي فيها غمقان أو اللي أنا عايز أعمل فيها تفتيح وتوحيد لون بالشكل ده وأبدأ أحط الوصفة بتاعتي مفروض تسيبيها تنشف لمدة نص ساعة يعني المفروض إن أنا أسيب الوصفة بتاعتي تنشف طبعا أنا مش هسيبها تنشف لإن فيه تصوير دلوقتي فأنا يعني هوريكي بقى لبس الخطوات وبعد كده أنا هعمل مع نفسي تمام كده أنا مفروض إن أنا هيسيبها نص ساعة تنشف وبعد كده أجيب نص الطماطمية وأحطها في السكر والبكاربونات السوجيوم وأبدأ أدعك الوصفة بتاعتي زي ما انت شايفة كده بالزبط تمام ومش شرط إن أنت تسيبيها بردك نص ساعة ممكن تسيبيها ربع ساعة يعني المهمة كل ما بتسيبيها على جلتك أو جسمك المكونات بتتشرب وكمان بتديك نتيجة أحلى ده بس الفكرة اللي أنا بقصد بيها إن أنت لما تسيبيها هتنشف أفضل ابدأ بقى إدعاكي بكده بالنص طماطمية بجد خطيرة خطيرة مكوناتها تحفة جداً وهتزيل معاكي كل السواد والغمقان اللي بيبقى في الجسم فين العرائز بقى وجربي الوصفة دي خطيرة وهعملك وصفة تانية دلوقتي أو حركة تانية لو أنت مش عايزة تعملي الوصفة الأولى اللي إحنا عملناها تمام؟ اللي لسه ما عملتش لايك اعملي لايك اعملي لايك يا حبيبتي اعملي يلا بينا ونكمل الوصفة هبدأ إن أنا أحط نص الطماطم بتاعتي في الوصفة اللي هي فيها سكر وبكاربونات السودو ممكن تعمليها عن ناشف زي ما أنت شايفة كده من غير الوصفة الأولى خالص يعني عندك طريقتين تقدر تستخدميهم تحفة بيفتحوا مفيش غمقان دو مع الوصفة من هنا لحد العيد اعملها مرتين في الأسبوع يعني هتعملها ست مرات مثلاً أو خمس مرات من هنا لحد العيد هتبقي فلة شامعة منورة عارفة كلمة فلة شامعة منورة خطيرة وبعد ما بتعملي بالطماطم بتسيبيها عشر دقيقتين شاف خالص وابدأ يخد الشاور بتاعك واعملي بقى أحلى ترتيب للجسم وتفرجي على جسمك وقولي لرأيك هنا بصتوا بسالت قدية نعومة إيه عايز أقولك قسماً بالله نعومة إيه مفيش أحلى من كده من أول مرة خطيرة لايك 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 وبي باي